أهلا بحضراتكم في شهر انتصارات القوات المسلحة المصرية في الشهر الذي يحب المصريون دوما أن يحتفوا ويحتفلوا بأنفسهم وبالقوات المسلحة التي كانت ولا تزال وستظل حصنا منيعا للأمة المصرية بأكملها يصادف أيضا يوم تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية الدفعة 115 وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ينضم إلينا في هذا اللقاء اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية سيدة لواء أهلا وسهلا بحضرتك ألف مبروك تهانين لحضرتك في يوم تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة أهلا وسهلا أحب أهني مصر كلها كل التهاني للضباط الجدد وللأهالي والجميع الطلبة على الأداء المميز أثناء تنفيذ الحفل اليوم سيدة لواء برامج الإعداد والتأهيل والتدريب لطلبة الكلية الحربية كيف تتم؟ دايما السيد القائد الأعلى لقوات المسلحة بيأكد سيادته وأيضا القائد العام لقوات المسلحة على أن طلبة الكلية العسكرية دول أمانة إحنا في الكلية الحربية بنقدر كويس جدا يعني إيه كلمة أمانة ودي بتبتدي من لحظة قبول الطلبة وانضمامهم للكلية بنبني شخصياتهم على التقاليد العسكرية بننمي فيهم عقيدة الولاء والانتماء للوطن أكيد وبنشكل لديهم الوعي الصحيح ضد كل ما يستهدف عقولهم أو بيستهدف الوطن سيدة لواء رسالة توجه لي طلبة الكلية الحربية من المتخرجين الجدد الذين يلتحقون بالقوات المسلحة كضباط هذه المرة لهم ولأسرهم أنا شخصيا بحب أقدم كل التهاني لجميع الأهالي وأبنائهم الضباط الجدد اللي انضموا اعتبارا من اليوم لصفوف القوات المسلحة بتمنى لهم أكيد كل التوفيق في حياتهم العملية كمان بنصحهم بالعمل الجاد لانضباط المحافظة على تعلم كل ما يستجد في مجال عملهم أكيد الإخلاص لله تعالى وبالتوفيق عايز أقول لهم انتم ضباط اليوم وقادة المستقبل بإذن الله تعالى دفعة جديدة إذن تتخرج من الكليات العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة ينظر إليها بعين الأمل بأن تكون جزءا من القوات المسلحة المصرية بكل ما تشهده من قفزات وطفارات غير مسبوقة واستثنائية في مجال الارتقاء بالمنظومة التسليحية وتقديم البرامج التدريبية وفق أحدث أطرازات التي وصلت إليها العلوم العسكرية حول العالم وفق عملية التطوير المستمرة التي تتم هنا داتيا من القوات المسلحة المصرية اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي مدير الكليات البحرية سينضم إلينا الآن بمسلط الضوء على عملية التأهيل التي ينالها طالب الكلية البحرية أهلاً وسعروا لحكس ستل وقالف مبروه ستلوى برامج التدريب والتأهيل التي تتم لي طلبة الكليات البحرية حتى يكون مواكب لعملية التطور التي تتم فيه المنظومة التسليحية للقوات البحرية تماما وحكي احنا بنشتغل مع الطالب في الاعداد على ثلاث محاول رئاسية المحور علمي ومحور نفسي ومحور انضباطي ده طبقا لبرنامج طبعا مكسف من اول ما بيخش الطالب اللي يلطحك بالكوليات العسكرية بينضم الكلية الحربية بيقضي فيها فترة الاعداد للعسكر الأساسية ودي فترة التحول الأساسية من الحياة المدنية للحياة العسكرية بعد كده بينضم الكلية البحرية الدراسة في الكلية البحرية لمدة اربع سنوات بالنسبة للشداد السنوية العامة وبالنسبة لحملة المهالات العليا اتنين سنة دراسية بيدرس فيهم مواد نظرية لستة مجموعة دراسية الستة مجموعة دراسية دول حراكة اللي هم الافنون البحرية والإشارة والملاحة والتسليح والمواد العسكرية والمواد العلمية والهندسية والمواد العامة واللغات وتبقى لدوجات القادة العامة لقوات المسلحة وقوات البحرية بيتم تخصيص الطالب في سنة النهية اللي هي طلبة سنة الرابعة فأحد التخصصات الأساسية للكوات البحرية اللي هي الملاحة، السوريخ المدفعية، أسلحة تحت الماء والإشارة بالنسبة لدرسات النظرية وهي كلية البحرية أساساً يعني كلية عملية بتعتمد على المعسكرات التديب الخارجية والدخلية معسكرات التديب الدخلية دي حضرتك إن الطالب بيطلع بحر على أحدث الوحدات الموجودة في كوات البحرية بيتعرف على مصرح العملية البحري لجمهورية مصر العربية سواء في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط أو نطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر بيتضمن التعرف على الهدف الإقصادية للدولة بيتضمن التعرف والتعايش على القواعد البحرية خليج السويس، كرنات السويس، خليج العقبة فبتبقى طلعت بحر مكسفة شوية في التدريب العام للطلبة المعسكرات الخارجية تبقى ندوجات القادة العامة في التدريبات المشتركة وخطة القادة العامة في التدريبات المشتركة بينفذ الطالب زيارات لدول خارجية شقيقة وصديقة وينفذ عدد ساعات إبحار كبير في الوحر وينفذ زيارات لبعض الكليات المناظرة للكليات البحرية المصرية وينفذوا أنشطة مع الطلبة في هذه الكليات حفل جديد لتخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة جيل جديد ينضم إلى القوات المسلحة المصرية ودماء جديدة تضخ في شرايين حماة هذا الوطن في يوم حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية يرحب بسيد اللواء طيار أركان حرب علي حسن علي مدير الكلية الجوية في يوم تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية أهلا وسلام حاجة سيادة اللواء أهلا محرك أهلا وسهلا سيادة اللواء دفعة جديدة تطرح أسئلة مرتبطة بإعداد وتأهيل طالب الكليات العسكرية وتحديدا الكلية الجوية وصولا إلى التحاقه بالقوات المسلحة ضابطا فيها تمام طبعا إحنا برحب بحرك طبعا الكلية الجوية طبعا الطالب اللي بلتحق الكلية الجوية بيلقى على أعلى مستوات التدريب في المستوى التدريب الكامل يتم الإيمان بجميع العملات التربية العسكرية الخاصة بتدريب العسكر للطلب المحور الوجداني وده مستمر معانا خلال سنوات الدراسة لبناء شخصية الطالب وحاليا احنا طبعا مركز جدا جدا على شخصية الطالب الاعداده لسرعة التصرف وكيفية اتخاذ القرار المدروس عدم التهور وبالتالي بنستفاد بناس متخصصين في القلوم الانسانية يقدموا التدريب الوجداني بالمحاضرات بالبرامج الخاصة لدعم هذا المحور خلال العملية التعليمية بالكامل في كافة المحاور المحور المعارفي وده عندنا بيتم في جناح العلوم على استمرار سنوات الدراسة بالكامل الجناح العلوم في الكلية الجوية بيلقى اهتمام عالي جدا جدا من قيادة قوات الجوية ومن قيادة العامة لقوات المسلحة في تطويرات مستمرة على طول عندنا في جناح العلوم جميع المحاضرات وفقا للتوجهات السياسية حاليا للرقمنة إحنا الحمد لله وشكر الله جميع المناهج بتاعتنا بالكامل من منظومات CBT أو من منظومات Zero Clients الطالب كل كتب إي بوك أو كتب إلكترونية موجودة فيها المناهج تفاعلية Interactive Programs هذه المناهج التفاعلية بتدي فرصة للطالب الكامل إن هو بيتعايش مع المناهج بالصوت والصورة وبالتفاعل تماماً طبعاً الجزء الثاني اللي إحنا طبعاً مع الاستمرار في التطوير وتوجهات القيادة قوات الجواية لنا اللي إحنا قريدي مش راضين على المستدد وبس برغم اللي إحنا أخذنا عايزه فيه ولكن حالياً بيتم تطوير أعلى زيادة حجم السيرفرات زيادة السرعات بيتم عمل شبكات فيبر أوبتيكس بالتعاون مع إدارة الإشارة إن إحنا قريدي يبقى فيه جميع أجنح الطيران والعلوم والطلبة وقائدات الكلية مربطين لتحقيق الفاعلية وبالتالي نقدر نعمل منظومة التحكم في العملية التعليمية وهي بيطلق عليها الـ LMS أو Learning Management System وفي هذا اليوم وهو تخريج دفع جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفاني للقوات المسلحة والدفع 49 للدفاع الجوي إحنا موجودين مع ستلوى أركان حرب عبدالعزيز عمر مدير كلية الدفاع الجوي أهلا بك يا فنم أهلا بحضركم أستاذ مشاهدين أهلا وسهلا قلنا يا فنم إزاي بيتم إعداد وتأهيل الطلبة أثناء فترة دراستهم بالكلية إيه أهم اللي بتركزوا عليه وتبقوا حارسين على يعني إعداد الطلبة لي هو طبعا بيتم تأهيل الطالب هندسيا طبعا فيه بروتكول مبرم مع كلية هندسة جامعة إسكندرية بيحصل عيد طالب على باكروس هندسة من جامعة إسكندرية بنفس المناهج والمناهج بتطور يوم بعد يوم كذلك القهيد العامة القادة مسلحة وقهيدة فعجوي لا تدخل جهدا في إمداد الكلية بأحدث المعامل والمنظومات التعليمية اللي بتقدر تأدي لها زغارتيا إيه الكلمة اللي النهاردة بتحب توجيها للطلبة لأسر الطلبة كمان في يوم تخرجهم وبحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات مسلحة تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد أعلى لقوات مسلحة ده بالنسبة لنا يوم عيد ولكن في نفس الوقت بيدلنا مسؤولية كبيرة جدا إن رغم حرص رغم مسؤولات سيادته للجسيمة حرص سيادته نتواجد معنا في هذا اليوم ده بيدلنا مسؤولية كبيرة جدا إن احنا لازم نهتم قوي بما تحصلنا عليه في الكلية وإن نهتم بالمهمة المكالة إلينا وهي مهمة جسيمة جدا وهمة جدا وهي حماية سماء مصر لنا الغالية بقول لأبناء الخارجين لازم يحزوا وحزوا من سبقوهم إن احنا دلوقتي الاحتفال ده متميز متزامن مع عياد أكتوبر المجيدة وأصلاً الكلية منشأت كأحد نتائج حرب أكتوبر منشأت ستة أربعة وسبعين وبالتالي لازم نحزوا وحزوا أجيالنا السابقين ولازم إن احنا نهتم بتحصيل العلم كمان بحب إن أنا أوصيهم المرؤوسين بتوحهم لأنه الطالب يتخرج من عندي هنا زابط يقود بحية فرقية تحديده مرؤوسين المرؤوسين دول هم خير أجناد الأرض لازم يعلمهم كويس وينقل لهم كل ما هو تعلمه في الكلية ويتحلى بالانضباط الزاتي ويهتم بتحصيل العلم يوم بعد يوم احنا موجودين دلوقتي مع ستة اللي هو أستاذ دكتور إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية مبروك طبعا تخرج الدفعة الجديدة يا فنم وسعداء إن احنا محضرتك أهلا وسهلا بيكو ألف مبروك لمصر كلها الحقيقة على تخرج الدفعة الجديدة من كلية الفنية العسكرية كلمنا يا فنم عن تأهيل وإعداد الطلبة خلال سنوات دراستهم بالكلية إزاي بيتم إعدادهم بحيث إن في يوم الآيام إن شاء الله بعد ما يتخرجوا هم يتولوا المسؤولية الحقيقة طول فترة الدراسة عندنا وبتمتد لمدة خمس سنوات بيتم تأهيل الطلبة علميا عسكريا انضباطيا وبدنيا ليكونوا قادرين على التعامل مع كافة التكنولوجيات الحديثة كافة الأسلحة الحديثة كافة نظم التسليح الحديثة والحقيقة بيتخرجوا بعد خمس سنوات معاهم بكاريوس في الهندسة معادل من المجلس الأعلى الجامعات وإنقابة المهندسين وبيكونوا جاهزين للتعامل مع كافة نظم التسليح الحديثة النهاردة ايه اللي حضرتك بتحب تقولوا لأبنائك أثناء حفل تخرجهم والنهاردة الحقيقة يوم بالتأكيد مهم وفارك جدا في حياتهم والرئيس الجمهورية بنفسه حاضر وبيشرف لحفل التخرج فإيه الرسالة اللي بتحب أنك توجيها لأبنائك الحقيقة أنا بهنيهم الأول بمناسبة تخرجهم وبتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية والحقيقة انتهى وقت التعلم وحان وقت العمل الحقيقة أنا بطلب منهم أنهم يطبقوا كل اللي تعلموه داخل الكلية في حياتهم العملية داخل وحدات القوات المسلحة الحقيقة هم جاهزين زي ما قلت لحضرتك أنهم يقوموا بأعمال الدعم الفني لكافة أعمال القتال في القوات المسلحة برضو بوصيهم خيرا بمرؤوسيهم بوصيهم خيرا بالجنود بوصيهم بالالتزام التام والانضباط الكامل داخل القوات المسلحة والحقيقة احنا ككلية فنية بازلنا مجهود جامل جدا في إعدادهم وجيت دور عليهم أنهم يبدأوا العمل الحقيقي ليعملوا كدماء جديدة تضخ داخل شرعين القوات المسلحة ومازلنا معكم في تخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ومعانا ست لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير المعهد الفني للقوات المسلحة مبروك يا فنم ألف مبروك تخريج دفعة خمسين للمعهد الفني مصبوط؟ ألف مبروك مصبوط طبعا ألف مبروك وكلمنا عن إعداد وتأهيل الطلبة خلال سنوات درستهم بالمعهد إزاي بيتم إعدادهم؟ إيه اللي بتركزوا عليه أثناء تأهله؟ القيادة العامة قوات المسلحة دايما بتوجه أن نحن لازم نأهل الطالب على أعلى مستوى تأهيل وأحدث ما توصل له العلم من تأهيل الطلبة الفنية الطالب مهد الفني بتأهل عندي من خلال أربع محاور المحور الأول محور إعداد الطالب ثم عضو هاي التدريس ثاني محور يعني ثالث محور البيئة التعليمية ورابع محور المنهج الطالب أنا بأهله بستكمله طبعا للاقته البدنية إنه هو طبعا الطالب جايلي أصلا بعد اختبارات صعبة والصوال للاقته البدني عالي إحنا بندميها أكتر من خلال مسابقات زي دور العسكري لقوات المسلحة ومن أصعب الدوريات فعلا من خلال مسابق التقييم الأداء لقوات العسكرية إحنا سنة الفاتح حصلنا فيها على المركز الثالث الحمد لله الطالب نفسه بأهله إنه هو يتلقى العلم وخصوصا بيركز معه على النحي العملية لأنه هو بيتعامل أول ما يتعامل مع المعدة أو السلاح بوحدة وتشكيل ثاني حاجة عضو هاي التدريس لازم يكون عندي عضو هاي التدريس على أعلى مستوى من الكفاءة بأهله داخليا من خلال دورات وخارجيا من خلال بعثات خارجية يتلقى فيها أحدث مستوى من التدريس البند الثالث اللي هي البيئة التعليمية لازم يطالب يتلقى تعليم من خلال قاعات محاضرات على أعلى مستوى من التجهيز مجهزة بالإنترنت طبعا استحدثني طبعا موضوع التعليم عن بعض عشان خاطر فيروس كورونا المعامل طبعا لازم تكون على أعلى مستوى وجديدة ودي طبعا بند أساسي بيتصرف لنا سنويا عشان خاطر أقدر استخدم المعمل اللي بيحاكي المعدة والسلاح اللي هما في الوحدة والتشكيل آخر حاجة المنهج المنهج طبعا بيتطور نتيجة تطور الأسلحة أنا بيجي لسلاح لازم بنسق مع الهيئة أو الإدارة بنوع السلاح وأعرف موصفاته عشان أوصله لمنهج وعضوه التدريس يوصله للطالب في شكل مبسط فترة الدراسة كلمنا عنها إيه التدريب والتأهيل اللي كنتوا بتحصلوا عليه أثناء فترة درستكم بالكلي أول طبعا في كلها على مدار الأربع سنين بنتعلم مختلف العلوم البحرية التخصية زي الفلك الملاحة أشغل خريطة بالإضافة بتخلي التدريب النظري التعليم النظري بيبقى في تدريب عملي في البحر كل سنة دراسية بيبقى لها في فترة تدريب عملي بتتراح من شهر الاربعين يوم بنضرب على مختلف الوحدات والتشكيلات من حاملات طائرات لمضا مرات الأنشات كل شيء احنا اتضربنا أو تعلمنا نظري في الكلية بنضرب عليه عملي في البحر عايزة برضو أتكلم مع الوالد والوالدة وكلميني عن دخول ابنك لهذا المجال وإزاي كنت بتتكلمي معاه بتشجعيه قبل ما يدخل إيه اللي نصحتي بي هو أولا كان رغب في أنه هو يخش كلية عسكرية وقضى سنة في كلية الهندسة ونجح في سنة وإعدادة هندسة متأدير وبالرغم من كده ساب الكلية وقدم في كلية عسكرية لأنه هو كان حابب أنه هو يخش كلية عسكرية فأنا شجعته بدا تدير رغبته وهو بيتخرج وبتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عايز عارف برضو الوالد يعني إيه اللي تحب تقوله للأسرة الكبيرة للمصريين اللي شايفنا النهار أولا نسكر ربنا على الحمد لله وأنا يعني قد إيه فرحان ومبسوط وفخور كمان بيه وبهنيه على الجهد اللي هو بزره من البداية أنا كنت درست كلية هندسة قبل ما انتحق بكلية البحرية بعد ما انتحقت بكلية البحرية دخلت بكلية البحرية درست أول سنة جنرال دي بنجز فيها عام تانية سنة خصصت فيها تخصص أسلحي تحت الماء طبعا قيادة الكلية والأجناح التعليمية في الكلية بتهتم بدرسته الطالب والمأمولات الخارجية بنمارس فيها بنطبق فيها الدراسة عملي ومعنا أحد الخريجين خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفاني الكوات المسلحة أحد الخريجين اللي النهاردة بيتشرفوا بأنهم بيحملوا المسئولية بيكونوا في خط الدفاع الأول عن الوطن وهي مهمة الحقيقة عظيمة لكل إنسان يتشرف أن هو يكون في المكان دي أنا هطلب منك بس الأول نتشرف بحضرتك ملازم تحت الاختبار كريم محمد علي ألف مبروك التخرج طبعا والنهاردة بيشرفكم السيد الرئيس عبدالفتاح السيتي بالحضور وبالتأكيد المتأكيد هو يوم مهم جدا كلمني عن فترة الإعداد أثناء الدراسة كانت عاملة إزاي؟ إزاي كنتوا بيتم إعدادكم بتتأهلوا من أجل هذا اليوم؟ طبعا كلها البحرية بتمدينا بالعلم والإعداد البدني والإعداد العسكري وطبعا انضباط لي دور مهم جدا في حاجة زي كده وطبعا أحدث الوسائل في كل حاجة في كل التعليم في كل حاجة بنتعلمها بأحدث وسائل ومعنا كمان أحد الخريجين الجدد النهاردة خلونا نتعرف علينا نتعرف على حضرتك؟ ملازم بحرية عمر محمد سوقي بحرية أهلا وسائل وألف ألف مبروح الله يبارك في حضرتك قولي إزاي كان بيتم إعدادكم وتأهلكم أثناء فترة الدراسة بالكلية؟ أولا طبعا من خلال التدريب النظري اللي بناخده في كلية البحرية سواء المواد العلمية اللي بناخدها أو المواد الهندسية اللي احنا بندرسها في كلية أو من التدريب النظري العملي آسف اللي من خلال الوحدات المنضمة حديثة للقوات البحرية بنتلعنا نعمل حاجة اسمها عدد ساعة إبحار وتدريب عملي في كل مكان في المركب بنتعلمه وبندرس فيه كلمني عن فترة دراستك في الكلية أو إيه نوع وشكل التدريب مضمونه اللي كنت بتحصل عليه فترة دراستك في الكلية كلها حربية يا ثلاث سنين بصراحة ثلاث سنين كنت داخل كلها حربية بناء آدم خلقت منها بناء آدم تاني خلص ثلاث سنين في كلها الحربية ما بين تعليم ما بين اليوقة بدنية عالية جدا ما بين تحمل مسؤولية ما بين تعليم قيادة ما بين حاجة كتير قوي في نصايح معينة دايما كنت بتديها لابنك أثناء فترة دراسته بتتكلمي مع تطلبي منه أنه يعني أنا عايزك تكون حريص على كذا وكذا بصي حضرتك هو زياد طول عمره الحمد لله متفوق وأنا ما زقتوش منه هو يخش كلها الحربية هو اللي كان عايز هو كان عايز وعايز أقول لحد ديك أنه هو أساسا جاي في 95 سنوية العامة وكان هندسة فأول ما جات له دخل على طول فعلا هو اتغير من أول 90 يوم أنا شفته شخص تاني شخص تاني بس هو حينين زي ما هو بس شخص تاني في مسؤولي هو زاد لوقتي عند 21 سنة هو راجل كبير النصيحة لحيتك بتقول هالو النهاردة وهو بيتخرج وهو بيبدأ إن شاء الله مسيرته في أنه يكون أحد الجنود اللي بيدفع عن هذا الوقت والله أنا بقول له يعني يبقى أكثر التزام وأكثر جدية لأنه كان فعلا ملتزم وعنده جدية وصرامة في دراسته بس أنا عايزه يعني مزيد من الجدية ومزيد من الصرامة ومزيد من حبه للوطن وحبه لزميله وحبه اللي يبقى تحت إيده إن شاء الله بإذن الله عشان يكون قائد على قد المسؤولية ونكون فخرين به زي ما احنا فخرين بالنهاردة